موسيقى السلام عليكم ورحمة الله هلا بكم إلى برنامج مراسلون في الميدان والذي نعرض من خلاله أبرز الفعليات في المحافظات الفلسطينية الشمالية والجنوبية وأهم حدث لهذا اليوم عبر شبكة مراسلين في محافظات الوطن ونتحول لمراسلين ونرحب من رامالله معنا ميساء الأحمد ومن العاصمة القدس المحتلة دانا أبو شمسية ومن غزة سالي السكني وهاني فنون من بيت الأحمد أهلا بكم جميعا نبدأ من رامالله مع ميساء الأحمد وأبرز الأحداث هنا في رامالله لليوم ويوم أمس وكان هناك اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح برئاسة السيد الرئيس محمود عباس هذا الاجتماع أكد على عديد من القضايا الهمة لما يتعلق بالمصالحة وأيضا للتطورات في الساحة الفلسطينية أهلا بك ميساء تفندلي أهلا بك وديع وبكافة المشاهدين يعني اليوم نتحدث عن اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الذي تم في مساء أمس في مقر المقاطعة برامالله برئاسة السيد الرئيس محمود عباس يعني اجتماع اللجنة المركزية خرج بمجموعة قرارات وتطرق لمجموعة أمور ميدانية ودولية يعني في بداية وفي مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح أدانت اللجنة العمل الإرهابي الذي أدى إلى وقوع أكثر من 300 قتيل مصري في مسجد في شمال سيناء وأكدت اللجنة المركزية أنها تقف مع المصريين قيادة وشعبا في جهودهم لمحاربة ومكافحة الإرهاب وكل من يحاول أن يمس بالأمن القومي المصري أدانت هذا العمل الإرهابي وترحمت على أرواح القتلى المصريين يعني السيد الرئيس محمود عباس أطلع اللجنة المركزية في هذا الاجتماع على مجمل زياراته في الفترة الأخيرة وكان منها زيارته لمصر وحضوره منتدى الشباب العالمي لشرم الشيخ واللقاء المهم الذي جمعه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وكذلك تحدث السيد الرئيس عن زيارته للمملكة العربية السعودية ولقاءه بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان وأكدت المركزية على وقدرت جهود المملكة العربية السعودية التي تدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل دائم والدعم المادي الذي تقدم المملكة العربية السعودية دائما لشعبنا الفلسطيني والذي شهد زيادة في الفترة الأخيرة كذلك تطرق السيد الرئيس في لقاءه مع اللجنة المركزية إلى زيارته إلى الكويت وحضوره نعم ودي سنتحدث عن هذا الموضوع فقط أكمل فيما يتعلق في الزيارات زيارته للكويت ولقاءه بأمير الكويت صباح بن أحمد الصباح وكذلك زيارته إلى إسبانيا ولقاءه بالملك في ليب السادس فيما يتعلق في قضية المصالحة اطلعت اللجنة المركزية من الوفد الذي ذهب لاجتماع الفصائل الأخير في القاهرة في 21 و22 من الشهر الجاري لمجريات هذا الاجتماع والنتائج الذي خرج بها أكدت اللجنة المركزية أنها دائما تثمن جهود جمهورية مصر العربية الداعمة للمصالحة والتي تسعى دائما إلى استعادة الوحدة الوطنية وأكدت اللجنة المركزية أنها ملتزمة بكافة القرارات التي كانت قد صدرت عن الاجتماعات السابقة والتي ستصدر في الاجتماعات القادمة المتعلقة في هذا الملف وأكدت اللجنة المركزية أن قضية تمكين الحكومة في قطاع غزة هو أمر مهم جدا وأن تمكين الحكومة يترتب عليه كذلك استكمال الإجراءات والملفات المتعلقة في قضية المصالحة كذلك تطرقت اللجنة المركزية إلى موضوع أو الحديث عن إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير في واشنطن ومحاولات البعض إغلاق هذا المكتب وكذلك تطرقت إلى مجموعة القوانين التي أقرها الكونغرس في السنوات الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني وأكدت أن بقاء مكتب ممثلية منظمة التحرير مفتوحا في واشنطن هو ضمان لاستمرار العلاقات الثنائية بين الشعبين الفلسطيني والأمريكي وفي ختام اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح هنأت فريق كرة القدم الفلسطيني على حصوله على مرتبة في الترتيب الدولي وأكدت أن دعمها لفريق كرة القدم ويعني تمنت له المزيد من النجاحات وحظ مزيد من التقدم على المستوى الدولي نعم ميساء الأحمد شكرا لك على كل هذه التفاصيل نتحول الآن العاصمة محتلة معنا دانا أبو شمسية أهلا بك معنا دانا يعني اليوم التقرير الذي صدر حول الأدرار التي لحقت بالمسجد الأقصى جراء إغلاقه في هبة القدس خلال الفترة الماضية يعني هناك تقرير من لجنة أوقاف المدينة تقول بأن هناك عبث بمحتويات المسجد محاولة لتركيب أجهزة جديدة لم تكن موجودة سابقا لترصد المواطنين والتصوير هذه التفاصيل لديك دانا صحيح وأنا في إعداد وفي صدد إعداد تقرير حول هذا الموضوع وحول بيان إدارة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس الذي تحدثت فيها عن الأدرار والانتهاكات الإسرائيلية المشنة بحق المسجد الأقصى المبارك في تموز الماضي ونتحدث عن فترة الإغلاق التي دامت واستمرت حتى 14 يوما في محاولة من قوات الاحتلال وحكومة الاحتلال إلى فرض واقع جديد وتغيير الواقع التاريخي للمسجد الأقصى باعتبار حق خاص وخالص للمسلمين كان هناك بيان صادر من اللجنة الفنية التابعة لدائرة الأوقاف في آب الماضي الذي وضح بعض هذه الانتهاكات والتي تحدثت في المجمل العام عن تكسير وتدمير كافة الأقفال لأبواب المسجد الأقصى ومحاولة العبث في حواسيب دائرة الأوقاف والمسجد الأقصى في محاولة من سلطات الاحتلال إلى اختراق النظام هناك ومحاولة سرقة بعض المستندات إلا أنهم لم يتمكنوا هناك وأكدت دائرة الأوقاف من خلال لجنتها الفنية إلا أنه لم يتم هناك سرقة أي مستندات أو أي مخططات من داخل المسجد الأقصى المبارك يأتي هذا البيان صبيحة هذا اليوم ليوضح أكثر هذه الانتهاكات وفصلها نتحدث عن مختلف معالم المسجد الأقصى بمساحة الكاملة وشاملة 144 دنم تحدث البيان عن الأضرار والانتهاكات التي حدثت في أجزاءه وأهم هذه الانتهاكات برزت في مسجد قبة الصخرة وتحدث البيان عن زراعة براغي في جدران هذا المسجد وتتوقع هذه اللجنة أن هذه البراغي هي عبارة عن أجهزة رصد وتنصت للمواطنين والمصلين داخل المسجد الأقصى المبارك كما هناك هذه البراغي تتواجد أيضا في المسجد القبلي نتحدث أيضا عن المكتبات نتحدث أيضا عن المساجد وعن كافة المعالم الموجودة داخل المسجد الأقصى المبارك التي تم العبث فيها وفي محتوياتها وأهمها في النظام الكهرباء والمناهل والصف الصحي الموجود داخل المسجد الأقصى قاموا أيضا بالعبث بسجاد المسجد الأقصى المبارك وإلحاق أدرار مادية طالت الجدران وصقف وأرضية المسجد الأقصى المبارك هذه التفاصيل سنوفيها أكثر ورد دائرة الأوقاف على مثل هذه الإجراءات والانتهاكات في تقريرنا الذي نعمل على إعداده للنشرات القادمة إلا أن بيان دائرة الأوقاف أكد أن دائرة الأوقاف لم تكتفي بهذا البيان وأنها ستستمر بملاحقة هذه الانتهاكات والعبث وذلك لكبر مساحة المسجد الأقصى المبارك ولتوقع المزيد من الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك سمعني أن أنوه هنا أن هذه ضمن زلسلة الإجراءات نعم يعني بتأكيد بحسب أكثر من تقرير بأن قوات الاحتلال قامت بتصوير معظم المستندات الموجودة داخل المكتبات الأقصى وبالتالي أخذت نسخ عنها وهي تقوم بدراستها بهدف تهويد واستمرار التهويد داخل الحرم القدسي أيضا نتحدث في القدس هناك مواطن في أمطوبة في المدينة هدم منزله بيده ما الذي يجرى صحيح هي سياسة تطهير عرقي ومكاني تنتهجها سلطات الاحتلال في العاصمة المحتلة سواء بعملية الهدم الذاتي كما حدث مع المواطن في أمطوبة جنوب المسجد الأقصى المبارك حيث أجبرت قوات الاحتلال على هدم منزله ذاتيا لتفادي الأضرار والتكاليف المادية المرتفعة التي تلاحق المواطن المقدسي خاصة في عمليات الهدم يعني لا تكتفي سلطات الاحتلال بهدم منزل المواطن وتشريده وعائلته إلى العراء بل أنها تقوم بتغريم ممالغ مالية طائلة عجار وبدل لهذه الأدوات المستخدمة في عمليات الهدم كما ذكرنا هي سياسة تطهير مكاني وعرقي تنتهجها سلطات الاحتلال وهذا ما حذر منه المكتب الوطني للدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان وخاصة بعد انتهاء المهلة المحددة لأبناء شعبنا في جبل البابا شرق القدس المحتلة القريب من العزرية والحديث عن إخلاء وإجلاء كامل لكافة المواطنين هناك والذي يقدر عددهم بحوالي 300 إلى 330 مواطن يسكنون المنطقة والتجمع البدوي ذاك هذه المهلة قد انتهت منذ مساء الخميس الماضي ومن المتوقع أن تقوم سلطات الاحتلال بجرفاتها وألياتها بهدم هذا المكان لتسريع المخططات الاستيطانية في العاصمة المحتلة ونتحدث هنا عن مشروع الاستيطاني E1 الذي يتحدث عن هدم وتدمير وإخلاء كافة التجمعات البدوية لصالح المخططات الاستيطانية في ذات الوقت تستمر المخططات الاستيطانية بالتوسع وخاصة نتحدث عن المنطقة القريبة والمستوطنة المقامة على أراضي المواطنين هناك مستوطنة معالي أدوميم هذه السياسة لا تقتصر فقط على التجمعات البدوية كما ذكرنا هناك أمر من حكومة الاحتلال لجمعية العادة الاستيطانية التي تنشط أيضا في جنوب المسجد الأقصى المبارك ونتحدث عن حائط البراق والمنطقة القريبة هناك واستمرار المخططات الاستيطانية فيها شكرا لك دانا أبو شمسية مراسلتنا في مدينة القدس المحتلة العاصمة الأبدية لأشعب الفلسطينيين نتحول الآن إلى مراسلنا في بيت اللحم هاني فنون وقبل ذلك نرحب بالمراسل بكر عبدالحق من نابلس معنا مباشرة هاني بالنسبة للتجريف الاحتلال لأراضي زراعية قرب بلدة بيت فجار وتحويل هذه المنطقة إلى متنزه للمستوطنين كيف تأثير هذا الأمر بالنسبة للمواطنين وسرقة الأراضي في بيت اللحم والأحداث لديكم في المحافظة نعم أهلا بك يا وديع بجميع المشاهدين الكرام وديع حتى أحدد أين موقعي أنا على مقربة من دوار الموت دوار عسيون المعروف بالإعدامات الميدانية لأبناء شعبنا وبالقرب مننا أيضا مخيم العروب وأنا على المدخل الغربي لبلدة بيت فجار قبل قليل رصدنا من خلال مشاهدتنا لسيارة الإسعاف التي مرت من جانبي من هذا الشارع والتي قامت بنقل أحد المصابين من مخيم العروب أصيب في عيار الفخد وحالته متوسطة نقلته سيارة الإسعاف تابعة لهالأحمر من بيت لحم وكانت تقوم بنقله حتى لا يتم احتجازه وحتى أنه تعثر نقله إلى الخليل لكن قوات الاحتلال بالقرب مننا وقفت وأوقفت هذه السيارة واعتقلت الجريح بالقوة وأيضا اعتدت على طاقم الإسعاف أثناء تصديهم لمحاولة الاحتلال الاعتقاله لكن الاحتلال بالقوة وبالغطرسة احتجز الشاب واعتقله إلى جهة غير معلومة وأيضا أمر سيارة الإسعاف بالإخلاء الموقع بطريقة عنجهية ووحشية وأنا الآن أسمع صوت إطلاق نار بالقرب من نصف إطلاق نار على فترات وإطلاق نار كثيف ولكنه على فترات وليس مستمرا فيما يتعلق بالموقع الذي أنا أتحدث عنه أنا أتحدث عن هذه المنطقة التي بالخلف وهي أراضي زراعية تسمى بجبل سود هذا الحرش على زمن العهد الأردني وحتى قبل ذلك تم زراعة هذه الأراضي هذه الأراضي تتبع إلى بلدة بيت أمر إلى الشمال من محافظة الخليل وهي أيضا إمتداد أراضيها يدخل إلى عمق أراضي محافظة بيت لحم عن بيت فجار هنا وأيضا القرى الأخرى لكن الاحتلال في الآونة الأخيرة قام أو المسوطنون على وجه التحديد قاموا بالاستلاع على هذه الأراضي وحولوها إلى منطقة سياحية ومن ثم كما يظهر لنا في الصور وفي عمق هذه الأشجار والحرش كما هو معروف وضعت كيرافاناتا الاحتلال ينوي من خلال استغلاله لما يسمى من هذه الأراضي الدولة إلى أن يستحوذ على هذه المنطقة نتحدث عن ألاف الدنومات تبتد حتى البناء العمراني لبلدة بيت أمر وأيضا لمخيمة العروبة هنا نتحدث عن آلاف الدنومات الزراعية التي ما تسمى بأراضي دولة لكن الحديث أكثر حول هذا الموضوع تحول إلى حسن إبريجي من ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستطال ليضعنا في صورة هذا الإجراء الاحتلالي حسن أهلا بك عبر تلفزيون فلسطين وبرنامج مراسلون في الميدان إذا ما تحدثنا عن مستقبل هذه المنطقة بعد أن قام الاحتلال بتسريب هذه الأراضي للمسوطنين إذا ما صح التعبير ومن خلال هذه الإجراءات التي يقوم بها ما مستقبل هذه المنطقة بعد أن استحوذ عليها المستوطنون وفق القانون الدولي هذه أراضي دولة أميرية يجب أن تبقى أراضي أميرية يجب أن تبقى أراضي دولة وجود المستوطنين عندما جاءوا إلى هنا في 2014 عندما تم اختطاف ثلاث مستوطنين أو ثلاث جنود فاحتجاجا على ذلك اعتصموا على هذه الأرض وهذا يفسر أن وجودهم عبارة عن كارابانات وجودهم وفق القانون الدولي ووفق القانون الإسرائيلي غير قانوني بتاتا بالعكس حتى فيه أمر إخلاء لإخراجهم من هنا ولكن لجأوا للمحكمة العليا وقدموا التماس تأجيل إخلاءهم من هذه المنطقة حقيقة إسرائيل اعتدنا إحنا أن هذه الدولة دائما تصادر الأراضي أو تعلن أراضي دولة من أجل التسهيل من أجل التسهيل للمستوطنين لإقامة المستوطنات على هذه المناطق إذا أفلحوا في تشييد المستوطنة واللي بيحكوا أن نسمها مقدال قفعات عوز في هذه المنطقة من أجل انتقام الذين قتلوا الثلاثة الذين قطفوا وقتلوا هي وفق القانون الدولي وحتى الإسرائيلي أراضي غير أراضي غير مسموح لهم باستخدامها ونحن سنعمل ونحن سنعمل لأنه مثل مهيم حرم علينا يجب أن تحرم على الآخرين ومن هنا القاعدة هنا القانونية والشاهد القانوني أنه يجب أن لا يأتي أي دبلوماسي أي سفير لأي دولة إن كانت لتعزيز الاستيطان في هذه المنطقة جميعنا بنعرف أنه شبيبة المستوطنين وزعوا دعوة لتأبين أحد القتلى في هذه المنطقة وهو يحمل الانجلسية الأمريكية فدعوا السفير الأمريكي للقدوم إلى هذه المنطقة نحن نقول بأنه هذا حسب القانون الدولي وحسب العراف الدولية والدبلوماسية الدولية هذا يعني التصرف غير قانوني وتصرف مستهجن من الشعب الفلسطيني ضد التصرفات الأمريكية تجاهنا يعني إمبيرا أنت بتسكر مكتب من منظمة التحرير عندك وهنا جابتك تعزز الاستيطان على هذه الأرض نحن نلفظ ونرفض هذه التصرفات وبنتمنى على الشعب الأمريكي أن يكون له موقف تجاه ما يجري على الأرض الفلسطينية وما يجري من تعزيز الاستيطان على بلادنا شكرا جزيلا لك حسن برجيم مثل هيئة مقامة الجدار والاستيطان في بيت لحم وديعي كما أسلف حسن هذه المناطق وهذه الأراضي يحاول الاحتلال ويتحايل فيها من خلال إجراءاته على القانون حتى على القانون الاحتلال يقوم لربما أنه باختطاع جزء من هذه الأراضي بما يسمى أراضي دولة لا يسمح لاستغلالها من أي طرف وهي أراضي طبيعية كما ترون وهي أراضي أميرية يسحوذ عليه الاحتلال بهذا القانون الخشي أن يقوم باختطاع جزء من هذه الأراضي للمسوطنين وبناء بوها استيطانية وهو ما يضيق الخناق على بلدة بيت فجار وأيضا يزيد من الفصل ما بين محافظتي بيت لحم والخليل من خلال الحزام الاستيطاني الذي يبنى في هذه الأراضي جنوب بيت لحم وشمال محافظة الخليل هاني فنون مراسلنا من بيت لحم شكرا جزيلا لك وشكرا أيضا موصول لضيفك الكريم نرحب الآن معنا من أريحة وطن بلاص ونتابع إلى غزة مع سالي السكني أهلا بك معنا سالي يعني هناك فعليات تضامنية مع مصر وأيضا الفعليات في القطاع من التطورات الميدانية حركة المعابر وتصعيد الإسرائيلي نعم أهلا بك وديع وبالزملاء والسادة المشاهدين يعني حالة من الحزن والاستياء بين صفوف المواطنين في قطاع غزة عقب حادثة تفجير مسجد الروضة شمال سيناء يوم الجمعة الماضي وعقب الحادثة كان هناك عدد من الفعاليات والحركات للمواطنين لدعم أهالي ضحايا التفجير وإعلان حالة التضامن مع الشعب المصري يوم أمس كان هناك بيت عزاء نظمته نقابة المحامين في غزة تضامنا مع أهالي ضحايا التفجير أيضاً كان يوم أمس فعالية لأحياء الذكرى الحادية والستين للعدوان الثلاثي على مصر في السادسة والخمسين لأعلنوا خلالها حالة التضامن أيضاً مع الشعب المصري وما جرى لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة في تلك الأيام فيما عرف بمذبحة خان يونس وخلال الفعالية أعلنوا تضامنهم مع الشعب المصري ورفضهم لكل أشكال العنف والإرهاب في مصر وفلسطين وغيرها أيضاً اليوم من المفترض أن تجري مباراة بين فريق شباب رفح وفريق الهلال هذه المباراة مهدى أيضاً للشعب المصري سوف يرفع فيها العلم المصري ويهدى الفوز لشعب المصري وأهالي ضحايا التفجير أيضاً عصر هذا اليوم تم الحديث عن بيت عزاء جديد في صاحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة سوف يحضره الفصائل الوطنية والسياسية كافة للتأكيد أيضاً على أن الشعب الفلسطيني والشعب المصري هما شعب واحد ووطن واحد ودم واحد إشارة للتاريخ المشترك السياسي والوطني بين الشعبين أيضاً في سياق الفعاليات والحراكات للمواطنين في غزة تضامناً أيضاً مع الشعب المصري ورفضاً لحادثة التفجير وجه المنتدى الإعلام الاقتصادي دعوةً للمؤسسات والشركات ورجال الأعمال بالتبرع بالدم لصالح جرحى التفجير تحت عنوان دم واحد أيضاً عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك والتويتر وأطلقوا تغريداتهم التي تحدثوا فيها تحت عنوان غزة أقرب من القاهرة بمعنى أن غزة بالفعل هي أقرب إلى سيناء من العاصمة المصرية القاهرة ليس إشارةً فقط إلى القرب الجغرافي وإنما إلى قرب العلاقات بين الشعبين وبين البلدين أيضاً وجهوا نداء للمواطنين من خلال هذه الدعوة لأتبرع بالدم وعبارات وكلمات التضامن والإسناد لشعب المصري أيضاً إذا تحدثنا عن حركة المعابر وديع هذا الصباح فمعبر رفح بعد أن تم الإعلان عن فتحه اليوم وأمس ويوم غد ثلاثة أيام بعد آخر مرة تم فتح المعبر فيها ووقعت حادثة التفجير في مسجد الروضة في سيناء تأجل فتح المعبر وتأجل في المقابل رفع المعاناة عن المواطنين وتأجلت أحلامهم بيأسفر وحل أزماتهم خارج قطاع غزة ربما الحادث المروع الذي حدث في السيناء كان أكبر من مصاب المواطنين في غزة بضرورة فتح المعبر وخروجهم للعلاج والدراسة وعودة العليقين ربما هذا الموضوع يزيد من صبرهم وانتظارهم حتى إعلان جديد عن فتح المعبر أما إذا تحدثنا عن فتح عن معبر كرم أبو سالم فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية عن فتحه صباح هذا اليوم والسماح بإدخال الشاحنات مئات الشاحنات المحملة بالبضائع التجارية والصناعية وكذلك السماح بتصدير بضع الشاحنات إلى أسواق الضفة المحتلة محملة بالخضار إذا تحدثنا عن الكهرباء أيضا وديع هذا الصباح فبعد قطع الخطوط المصرية وتعطل الخطوط المصرية وأيضا تعطل أحد المولدات في غزة يتحول جدول الكهرباء من ست ساعات إلى أربع ساعات وصل فقط في حين أن الحديث يدور منذ أسابيع عن ثماني ساعات وصل ولكن لا تنفيذ حتى الآن هو أربع ساعات فقط وبالتالي تزداد معاناة المواطنين وتزداد أزمتهم وضغوطهم وكل المواطنين الذين يسيرون حياتهم اليومية باعتمادهم الكبير على التيار الكهربائي إذا تحدثنا عن التصعيد الإسرائيلي وديع فهو كالمعتاد كان يوم أمس وصباح هذا اليوم حالة من إطلاق النار تجاه المواطنين والمزارعين على الحدود في المنطقة الوسطى وكذلك المنطقة الشمالية وتحديدا قرب معبر بيت حنون شمال قطاع غزة نعم وديع السكني مراسلتنا في غزة شكرا جزيلا لك ونرحب الآن من الخليل معنا مراسلنا من هناك سري العويوي ولكن نتحول الآن إلى بكر عبدالحق من نابلس وهناك فعالية تضامنية مع مصر تفضل بكر نعم وديع قبل قليل انتهت الوقفة التضامنية هنا التي أقيمت على ميدان الشهداء وسط نابلس تضامنا مع الشقيقة مصر شعبا وقيادة ضد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له وراح ضحيته نحو ثلاثة ثلاثة مائة شهيد من المصلين المسلمين الآمنين في مسجد الروضة بالصيناء فصائل العمل الوطني هنا في محافظة نابلس وفعاليات المدينة ومؤسسات المدينة تداعت لتنظيم هذه الوقفة التضامنية للتأكيد على وقوف الشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب مع الشعب المصري في هذه المحنة وفي هذه الجريمة والتأكيد على انحيازها التام إلى جانب مصر في معركتها ضد الإرهاب للوقوف أكثر على هذه الوقفة التضامنية والرسائل التي رفعها وأرسلها المشاركون في هذه الوقفة ينضم إلينا عضو المجلس التوري لحركة فتح الأستاذ عبدالله الأتيرة أستاذ عبدالله شكرا لانضمامك معنا بداية يعني ليست المرة الأولى التي تنظم وقفات تضامنية هنا في مدينة نابس ومختلف محافظات الوطن لتضامن مع مصر في كل اعتداء يعني يكون هناك تنظيم لهذه الوقفات ما هي الرسالة التي أردتم اليوم إرسالها للشعب المصري ضد هذه الجريمة؟ لا الحقيقة اليوم مختلف تماما ما جرى في مصر جريمة بشعة إرهاب سفلة قتلوا المصلين في المساجد قتلوا المصلين في الكنائس وهذا امتداد لعملية جولتشتايم التي كانت سابقا في الخليل وامتداد للاعتداءات للدواعش الإسرائيلية للاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى الشعب الفلسطيني اليوم نقول لمصر رئيسا نحن معك حكومة نحن معكم شعبا نحن معكم نحن في حركة التحرير الوطن الفلسطيني فتح شركاؤكم في الدم وشركاؤكم بالنصر بإذن الله هذا عمل مدان اليوم خرجت الجماهير جماهير جبل النار لترسل رسالة إلى القاهرة وسينة أننا سنكون معكم بهذه المعركة نحن واثقون من الجيش المصري وواثقون من القيادة الحكيمة المصرية أنها ستقضي على الإرهاب كما قضت سوريا على الإرهاب هذا الإرهاب الذي تنظمه أمريكا مع الصهاينة لن يدوم وبإرادة شعبية وبإصرار سينتهي من منطقتنا العربية بإذن الله اليوم رسالة واضحة من الشعب الفلسطيني للشعب المصري نحن شركاء بالدم وشركاء بالنصر بإذن الله أهمية أن يتواصل هذا الحراك الجماهيري دعم لمصر في معركة الإرهاب وما هي المسؤولية الملقاة على عاتق الجماهير؟ شوف الحقيقة الوطن العربي بمر بمرحلة كثير صعبة خطيرة الحرائق في كل مكان نحن هنا تحت احتلال وبغض النظر أننا تحت الاحتلال نقوم بواجبنا بكل الواجب سواء سياسيا كما يقوم الرئيس عبر المحافل الدولية بدعم العرب كمان شعبيا نحن مستمرون بكل الوسائل لدعم شعبنا العربي ولدعم كل الحكومات التي تقف مع شعبها وعلى رأسها مصر في هذه المعركة الصعبة شكرا شكرا مدينة نابلس الليلة الماضية وفجر اليوم اقتحام من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي لمنطقة قبر يوسف شرق المدينة الاحتلال اقتحم هذه المنطقة بعشرة آليات عسكرية وبحسب سكان المنطقة الاحتلال قام بانزال بعض المعدات والمواد في منطقة القبر وقام باجراء اعمال الصيانة لما يقارب الساعة ونصف الساعة قبل ان يعاود الانسحاب يعني يبدو ان الاحتلال يعني يهيئ المنطقة بشكل دائم لتستقبل مزيد وعداد اكبر من المستوطنين والذي يعني طالما يوفر لهم الحماية والامن اثناء اقتحامهم للمدينة اما في قلية تيل غرب نابلس فقد اقتحمت قوات الاحتلال هي الاخرى فجر اليوم منازل المواطنين في القرية وداهمت عدد من هذه المنازل ولكن لم تسجل اي اعتقالات هذا في اشياء الميداني اخيرا على صعيد الفعاليات افتتحت بلدية نابلس صباح اليوم معرض حارة العين وهو يعني في منطقة عسكر البلد وهو يعني معرض احتوى على عدد من المشاريع لطلبة هندسة العمارة ومقترحات لترميم قصر النابلسي في منطقة عسكر البلد ويعني هذا المعرض السمير لمدة يومين بكر عبدالحق مراسلنا في النابلس شكرا جزيلا لك وشكرا لضيفك الكريم سيد عبدالله الأتيرة نرحب معنا أيضا من طول كرم ايهاب الضمير ونتابع مع وطن بلاص اهلا بك معنا وطن من اريحة هناك نشاط للحركة السياحية في المدينة وايضا هناك بيت عزاء بضحايا الهجوم الارهابي في مصر هذه التفاصيل لديك وطن نعم اهلا بك زميلي وديع واهلا بك مشاهدين تلفزيون فلسطين بالفعل تنظم اليوم محافظة اريحة والاغوار وحركة فتح في المدينة والكنيسة الغبطية بيت عزاء للشهداء وضحايا الهجوم الارهابي الذي استهدف جامع الروضة في العريش وذلك لتضامن مع جمهورية مصر والشعب المصري سيكون بيت العزاء اليوم في مقر محافظة ساء اليوم طبعا كل الرحمة للشهداء المصريين في موضوع اخر وكما تحدثت زميلي وديع نعم فالحركة السياحية في مدينة اريحة تشهد نشاط كبير خاصة مع هذا الوقت من العام بسبب انخفاض درجات الحرارة ودرجات حرارة تطيفة جدا في المدينة وذلك مع تواجد الكثير من المعالم والاماكن السياحية والترفيهية في مدينة اريحة خاصة وان مدينة اريحة هي اقدم مدينة في العالم للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع سعوديني انا ارحب بمدير العلاقات العامة في شرطة اريحة سيد اياد دراغم اهلا بك معنا اهلا بك نتحدث عن الحركة السياحية النشطة التي تشهدها محافظة اريحة نعم كما ذكرت حركة سياحية نشطة في مدينة اريحة تحديدا لو تحدثنا بالارقام لدينا اكثر من 150 الف سائح وزائر في اريحة خلال شهر عشر الماضي سبعتاشر الف منهم من السياحة الاجنبية 74 الف من السياحة المحلية و57 الف تقريبا من مناطق الثماني واربعين والقدس الليالي الفندقية نزلاء الفنادق تجاوز عدد محاجز العشر الاف ليلة فندقية في كافة الفنادق الفنادق الكبرى في اريحة اضافة الى اكثر من 500 حافلة سياحية دخلت الى اريحة خلال شهر عشر الماضي سنصل الى حاجز 200 الف سائح وزائر في مدينة اريحة نتحدث عن حركة سياحية نشطة سواء كانت سياحة اجنبية او حتى سياحة محلية والمناطق الثماني والقدس نعم بشكل سريع للرغبين بزيارة مدينة اريحة ابرز الاماكن التي بيمكنهم التوجهية اريحة تظهر بالمواقع الاثرية والسياحية فيها الكثير من الواقع الاثرية وهي معروفة والكثير من المواقع السياحية الكبرى التي ارتدها السياحة الاجنبية وايضا السياحة المحلية هناك المدن المائية هناك المتنزهات المقاهي وكثير كثير من المتنزهات لمجال الذكرى ولكنها كثيرة وهناك ايضا بيمكنهم زيارة وسط مدينة اريحة هناك موقع للدليل السياحي حتى ان نعرف الزوار بالمواقع السياحية والاثرية الموجودة والتي يمكن زيارتها يوميا في اريحة سيد يد رغم مدير العلاقات العامة في شرطة آريحة شكرا لك أهلا وسهلا بكم إذن مشاهدين حركة سياحية نشيطة تشهدها مدينة آريحة بشكل يومي هناك آلاف السياحة الذين يتوجهون إلى زيارة مدينة آريحة بسبب أنها تحتوي الكثير من الأطار والمعالم السياحية في موضوع آخر والرغبين بالسفر عبر معبر الكرامة فمعبر الكرامة يعمل اليوم بشكل معتاد من الساعة السابع ونصف صباحا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساء أما عن درجات الحرارة وأخيرا درجات حرارة جميلة تشهدها المحافظة نتمنى للمواطنين سواء في محافظة آريحة أو باقي محافظات الوطن يوم جميل هذا كل ما لدي وذيع وعودة لك شكرا لك وطن بالله وشكرا أيضا موصول لسيد إياد رغم من الشرطة الفلسطينية في آريحة نرحب معنا من جنين أحمد نزال مراسلنا هناك ونتابع الآن مع ساري العويوي في الخليل وأبرز الفعاليات لديك ساري أهلا بك زميلي بداية سيدة المشاهدين نبدأ من اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنين في هذه اللحظات المواجهات مستمرة منذ ساعات الصباح على مدخل مخيم العروب شمال الخليل قوات الاحتلال ادعت بأن زجاجة حارقة ألقيت على هذا البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب شمال المحافظة بعد ذلك قوات الاحتلال بدأت باطلاق الرصاص الحي والرصاص المعدنية المغلب في المطاط والقنابل الغازية والقنابل الصوتية باتجاه أهالي المخيم وعلى الشبان الذين كانوا يتواجدوا على مدخل مخيم العروب وأصيب في هذه الاعتداءات الإسرائيلية شابان برصاص الحي وأصيب أيضا بعض شبان برصاص المعدنية المغلب في المطاط وعشرات حالات الاختناق نتيجة استنشاق المواطنين للغاز السامة الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة في مخيم العروب أحد الشبان الذي أصيب بالرصاص الحي وتحديدا في رصاص حية في منطقة الفخد الأيسر تم نقله عبر مركبة الهلال الأحمر لتلقي العلاج في أحد المراكز الطبية لكن قوات الاحتلال أوقفت هذه المركبة احتجزت مركبة الهلال الأحمر اعتدت على الطواقم الطبية في المركبة وقامت باعتقال الشاب وهو مصاب وينزف نتيجة تلقيه رصاص حية من جنود الاحتلال المتمركزين على مدخل مخيم العروب وتحديدا على البرج العسكر هذا هي صورة الأوضاع في مخيم العروب على الصعيد أيضا اعتداءات جيش الاحتلال قوات الاحتلال دهمت عدة أحياء في مدينة الخليل عرفة منها واد أبوكتيلا واد الكرموة تم استلام أو تسليم أربعة مواطنين بلغات لمراجعة مخابرات الإسرائيلية ومراجعة المخابرات في مركز تحقيق عصيون أيضا مجموعة من المستوطنين وقطعان المستوطنين المدججين بالسلاح في منطقة السهلة القريبة أو المحاذية للحرم الإبراهيمي الشريف بالبلد القديم اعتدوا على مجموعة من المواطنين ومجموعة من الأطفال في تلك المنطقة ما أدى إلى إصابة بعض المواطنين بردود وكدمات منهم المواطن إسلام الفخوري 27 عاما الذي أصيب بكدمات وجروح في منطقة الرأس الذي أيضا اقتادته قوات الاحتلال إلى مركز تحقيق جعب راء القريب من مستوطنة قريات أربع المقامة على أراضي المواطنين في مدينة الخليل والفعاليات التي تشهدها محافظة الخليل لهذا اليوم في جامعة البولوتيكنيك تحديدا نحن حيث نتواجد الآن ونحن بصدد إعداد تقرير مفصل عن مهرجان قناديل الأول الذي أطلقته جامعة البولوتيكنيك بالتعاون مع وزارة الثقافة فهذا المهرجان سيتم عرض مجموعة من الأفلام أو أكثر من 24 فيلم لطلبة الجامعات الفلسطينية مختلف الجامعات التي شاركت من خلال ثلاثة أيام يستمر بها هذا المهرجان من خلال أيضا الخبراء والمختصين والمخرجين الذين شاركوا لهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أيضا مشاركة ورعاية رسمية وإعلامية كبيرة في هذا المهرجان نتحدث أكبر بشكل أكبر عن هذا المهرجان مع الأستاذ عبد الناصر دعنا وهو مدير العلاقات العامة والإعلام في جامعة بولوتيكنيك فلسطين أهلا بك معنا يعني بداية مهرجان قناديل الاسم نبدأ من اسم هذا المهرجان والهدف من هذا المهرجان وتحديدا لطلبة الجامعة في البداية شكرنا لتلفزيون فلسطين على التقطيع الإعلامية والرعاية الإعلامية المميز لهذا المهرجان يأتي هذا المهرجان كحاضنة ومنصة حاضنة للأفكار الإبداعية والريادية في مجال صناعة الأفلام السينمائية وصناعة الأفلام القصيرة بأشكالها المختلفة صناعة الأفلام المتعلقة بالدراما أو أفلام الرسوم المتحركة أو الأفلام الوثائقية وهذا يأتي بالتناسق مع رؤية استراتيجية لجامعة بوليتكنيك فلسطين التي تركز على احتضان الأفكار الريادية والإبداعية وبالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية وصندوق الثقافة الفلسطيني ومن خلال الشراكة والرعاية الإعلامية المميزة للهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني إضافة إلى ذلك هناك علامات فارقة ونقاط مميزة لهذا المهرجان باعتباره المهرجان الأول في هذا المجال وباعتباره ينفذ في جامعة بوليتكنيك فلسطين الجامعة التي كانت ريادية بإنشاء تخصص الملتميديا والجرافيكس الوساط المتعددة إضافة إلى أن المشاركة والمنافسة على هذا المهرجان لا تقتصر فقط على طلبة جامعة بلتكين فلسطين بل بالشراكة مع مختلف الطلبة في الجامعات المختلفة حيث أن هناك بالإضافة لفقرات المنافسة على التصنيفات المختلفة للجوائز هناك أيضا عدد من ورشات العمل والندوات التي يتخللها المهرجان من خلال حضور ومشاركة عدد من الخبراء في مجال صناعة الأفلام ومن الخبراء في مجال الإعلام ومجال الإخراج الفني جامعة بلتكين فلسطين كانت المبادرة والريادية في طرح هذا المهرجان وقد كان هناك صدى واسع منذ لحظة انطلاق هذا المهرجان في هذا اليوم وسيستمر من السادس والعشرون لحتى الثمانية وعشرين من الشهر الحالي عن طبيعة الأفلام التي قدمها الطلبة طلبة جامعة البلتكين والجامعات الأخرى وكيف ممكن أن ندعم هذه الأفكار الريادية الإبداعية لطلبة التخصصات المختلفة كاليغرافيكس وغيره نعم هناك ثلاثة تصنيفات للمنافسة على الجوائز المختلفة بقيمة 6000 دولار 2000 دولار لكل تصنيف من التصنيفات المختلفة القسم الأول أو التصنيف الأول المرتبط بالأفلام لدراما التصنيف الثاني مرتبط بأفلام الوثائقية والثالث بالرسوم المتحركة سيتم المنافسة من خلال المتقدمين أو الأفلام الكثيرة أو المترشحون الكثيرون الذين قاموا بتقدم بالأفلام إلى جامعة بلتكين فلسطين وقد هناك لجنة مختصة من خبراء من جوانب مختلفة قاموا بمعاينة وتحليل الفيديوهات أو الأفلام التي تم تقديمها وسيتم الإعلان مؤخرا لاحقا في نهاية المهرجان عن الجوائز المختلفة وسيتم عرض هذه الأفلام لفترات متتالية في مناطق مختلفة شكرا سيد عبد الناصر دعنا مدير علاقات العامة والإعلام في جامعة بلتكينيك فلسطين أيضا مشاهدين الكرام في الأحداث التي شهدتها الخليل الشرطة الخليل في صباح هذا اليوم ألقت القبض على سائق مركبة بحمول زائدة لطلبة مدرسة بلغت 25 راكب أو طالب وطالبة شرطة الخليل أمنت وصول الطلاب إلى مدارسهم وألقت القبض على سائق هذه المركبة المخالفة واحتجزت هذه المركبة هذه صورة الأوضاع لدينا زميلي في محافظة الخليل شكرا جزيلا لك ساريا العويوي مرسلنا من الخليل وشكرا أيضا موصول لضيفك الكريم نرحب أيضا معنا في هذه التغطية معنا من قلقيليا مرسلنا هناك أنال الجدع ولكن نتحول الآن إلى إيهاب الضميري وأبرز ما الأحداث في محافظة طول كريم وانطلاق فعليات حملة رفقا بالنساء في المحافظة نعم مرحبا بك وبالسادة المشاهدين بالفعل اليوم في محافظة طول كريم كمجموعة من المحافظات انطلقت الفعلية أو حبلت رفقا بالنساء لمراهضة العنف ضد المرأة وهذه الحملة التي أطلقتها لجنة المرأة في نقابة المحامين الفلسطينيين نصدف معنا هنا للحديث أكثر عن هذه الحملة المحامية شروك الدوكات لو تتفضلين المحامية شروك الدوكات وهي نائبة رئيس لجنة المرأة في نقابة المحامين الفلسطينيين مرحبا بك معنا في مراسلون بالميدان أهلا وسهلا فيكم أهلا فيك نتحدث الآن عن حملة رفقا بالنساء لمراهضة العنف ضد المرأة الهدف من هذه الحملة وكيف ستكون هذه الحملة خلال الأيام القادمة نعم صحيح لقد قامت نقابة المحامين ممثلة بعطوفة النقيب الأستاذ جوادي عبدات وكافة الأعضاء بإدارة وتنظيم رئيس لجنة المرأة الأستاذ راوية أبو زهيري بتنظيم حملة أو بإطلاق حملة أطلقنا عليها عنوان رفقا بالنساء هاي الحملة قائمة بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة اللي تم إطلاق هذه الحملة في جميع أنهاء العالم وما يعرف باليوم البرتقالي واللي أطلقها الأمين العام لأمم المتحدة اللي قال فيها اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة إحنا قائمين بهذه الحملة في نقابة المحامين مشكورين لنتصدر هاي الحملة كونها دائما نقابة المحامين هي الحارس الأول والأخير للحريات والحقوق نحن الحملة علمنا أنها على مدى ستة عشر يوما ستكون متواصلة بشكل مختصر وسريع طبيعة فعالية هذه الحملة كيف ستكون؟ نعم الحملة قائمة على فعاليات تنقسم إلى ثلاث أقسام القسم الأول اللي هو تواجد مقهى متنقل بيكون بحضور ثلاث زملاء وزميلات من المحامين المتخصصين والمتخصصات لتقديم الاستشارات المجانية للمواطنين للنساء وسيكون تواجد هاي المقهى لمدة ثلاث أيام في كل موقع اللي هي من ضمن هاي المواقع اللي هي محكمة بداية طول كرم المحكمة الشرعية في طول كرم وفي ميدان الدكتور ثابت ثابت في وسط المدينة وكمان في عنا من قبل محامين متطوعين ومتطوعات حنقدم محاضرات إرشادية وتوعوية للطلاب في المدارس بتتضمن توعيتهم وإرشادهم حول مواضيع كثيرة منها نبذ العنف بكافة أشكاله وكذلك توعيتهم عن قانون الجرائم الإلكترونية كونه قانون جديد وبحاجة لتوعية بهذا المجال وفي عندنا كمان مسابقة لأفضل قضية تم إنجازها بالكامل وعيد فيها الحق لامرأة من قبل أحد الزملاء وسيتم بآخر الحملة اللي لحتنتهي بالعاشر من كانون الثاني المقبل سيتم الإعلان عن الفائز في هذه المسابقة نعم شكرا لك المحامية شروك دويكات وهي نائب رئيس لجة المرأة في نقابة المحامين الفلسطينيين يعني حدثتنا الأستاذة شروك عن طبيعة الحملة رفقا بالنساء لمنهضات العنطة للمرأة أضيف قبل الختام أن هناك وفي هذه اللحظات تجري فعالية حول تعريف بانطلاق فعليات مشروع التمكين الشباب الاقتصادي وهو مشروع يستهدف طلبة الجامعات بالتعاون هذه الحملة وهذه الورشة ما بين اتحاد لجان العمل الزراعي وأيضا بالتعاون مع التنمية الاجتماعية إليك زميلي وهذا هو مجمل الوضع العام في محافظة طول إيهاب الضمير من طول كرم شكرا لك وشكرا أيضا لضيفتك الكريمة نتحول الآن إلى جنين ومعنا من هناك مرسلنا أحمد نزان أهلا بك معنا يعني اليوم هناك خطة للدفاع المدين لتعامل مع الأحداث والحرائق في المدينة وأيضا للمنخفضات الجوية وأيضا هناك عدد من المشاريع التنموية في بلدة عجة وإطلاق الخطة التنموية العوام الأربعة القادمة تفضل أحمد نعم مساء الخير لك زميلينا مساء الخير لأسادة المشاهدين لما وجدوا يعني في بلدة عجة جنوب غرب جنين كما تفضلتم جراء الإعلان عن إطلاق ثلاثة مشاريع تنموية اقتصادية حيوية في البلدة وذلك بحضور رسمي جراء توقيع عليها وإطلاقها بحضور وزير الحكومة المحلية الدكتور حسين العرج هذه المشاريع تمثلت بوضع حجر الأساس لمحطة الطاقة الشمسية هذه المحطة التي ستعمل على توفير 20% من حاجة البلدة من طاقة الكهرباء إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع حديقة عامة سيتم زراعة حوالي 120 دلما بالأشجار الحرجية في البلدة أيضا هناك مشروع هو تركيب عدادات مسبقة الدفع للمياه هذه المشاريع التي أكد الدكتور حسين العرج أنها تأتي في إدارة التنمية الاقتصادية التي تقودها الوزارة في الهيئات المحلية ناهيك عن توفير المال والدخل للبلديات هناك أيضا في بلدية قباطيا جرى أمس الإعلان عن إطلاق خطة التنمية خلال الأربع سنوات القادمة هذا الإعلان جرى بحضور عدد من عضاء المجلس البلدي المحلي الحاليين والسابقين إضافة إلى لجنة التنمية واللجنة البلدية ولجنة الخطة التنموية الحالية ناهيك عن حضور عدد من الخبراء التنمويين أعلنوا عن إطلاق الخطة التنموية في البلد خلال الأربع سنوات القادمة والتي ركزت على إنشاء العديد من المشاريع الحيوية التنموية في البلدة والتي من شأنها الارتقاء في البلدة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ناهيك عن عرض للخطة التنموية السابقة حيث جرى عرض العديد من المشاريع التي تم تنفيذها كذلك إصطلاع المواطنين والحضور على عدد من المشاريع التي لم يتم تنفيذها والوقوف على أسباب التي حالت دون تنفيذها أيضا هناك خطة الدفاع المدني هنا في مدينة إجنين للتعامل مع الحوادث والتي أكدت وناشدت المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وطالبتهم باتباع الكوانين واتباع شروط السلامة العامة هنا في مدينة إجنين لسيما مع تكرار حوادث التي حصلت خلال الأيام الماضية مع بداية سكوط الأمطار ودخول فصل الشتاء كان أخر هذه الحوادث أمس حيث أصيب عشرة مواطنين في حدثي سير منفصلين هنا في مدينة إجنين جرى نقلهما إلى مشافي المحافظة وصفة إصاباتهم بين خطيرة متوسطة ناهيك عن اشتعال النيران في أحد مركبات المواطنين هنا في المدينة حيث جراء التعامل معه هو أخماد النيران قبل أن تنتشر إلى المركبات المحيطة هذا أبرز ما شهدته المحافظة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية وخلال هذا اليوم أحمد نزال مرسلنا من جنين شكرا جزيلا لك ونتحول الآن إلى أنال الجدع في قلقيلية وأهم الأحداث لديكم باختصار لو سمحت نعم تحياتي لك وديع وأهلا بكافة المشاهدين يعني في الحقيقة قبل دقائق انتهت الوقفة التضامنية التي نظمتها لجنة المرأة في نقابة المحاميين من هنا حيث أقف الآن من أمام المحكمة الشرعية وذلك لإطلاق حملة رفقا بالنساء هذه الحملة التي تأتي تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هذا اليوم الذي يصادف في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام والذي كانت قد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أما فيما يتعلق بالأحداث الميدانية يعني ليلة أمس قوات الاحتلال كانت قد داهمت بلدة عزون شرق قلقيلية واقتحمتها وكذلك قامت باقتحم عدد من البيوت وتخريبها كما الاحتلال قام بإزعاج المواطنين من خلال إلقاء القنابل الغازية والصوتية بين منازل المواطنين أيضا فيما يتعلق بالحواجز الاحتلالية يعني قوات الاحتلال بالأمس وخلال ساعات المساء قامت حاجز بين بلدة حبلة ومدينة قلقيلية وخلال هذا الحاجز تم احتجاز عشرات المركبات ويعاقت حركة المواطنين والتسبب بأزمة مرورية استمرت لعدة ساعات أما فيما يتعلق بالأسرة يعني اليوم من المتوقع أن تفرج قوات الاحتلال عن الأسير مراد عدوان من بلدة عزون هذا الأسير كان قد أنضى خلف قطبان الاحتلال عشرة أعوام يعني هذا كل ما لدينا وديع لهذا اليوم شكرا لك مراصلنا من قلقيلية أنال الجدع على كل هذه التفاصيل والشكرا أيضا موصولكم مشاهدين على حصن المتابعة دائما وأبدا نتمنى لكم يوما هانئا وبأمان الله ورعايته دائما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة